مئة مليون مواطن أمريكي سرقت بياناتهم المصرفية والشخصية في عملية قرصنة إلكترونية استهدفت مؤسسة كابيتل ون المالية البنكية التي كشفت أن عملية القرصنة تضمنت اختراق نظم أمن البيانات وسرقة البيانات الاعتمانية للعملاء وكشفات الأرصدى وبيانات شخصية وهو ما أثار موجة غضب لدى عملاء هذه المؤسسة لسنا في أمان بعد الآن في هذه الدولة عندما ينعدم الأمن في مؤسسة من المفترض أن تحمي بياناتها فهذا يعني أنه لا أمان هنا السلطات الأمريكية وبسرعة بالغة ألقت القبض على المشتبه بها وكشفت أنها تدعى بيك تومسون مهندسة برمجيات سابقة في شركة تكنولوجيا معلومات في مدينة سياتل وهي في الثالثة والثلاثين من عمرها كما سارعت المؤسسة بالاعتذار لعملائها وأثرت بيانا رسميا تعهدت باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتأمين بيانات المستخدمين وتعهدت بإصلاح الأمر وتعويض الضحايا صحيح هم يحاولون السيطرة على الأمر حسابات آمنة ومستمرة في التعامل مع كابيتل وان من غير المعروف كيف تمكنت تومسون من اختراق أجهزة المؤسسة وهو ما تحقق فيه السلطات حاليا كما يذكر أن كابيتل وان هي شركة اؤتمن كبرى في الولايات المتحدة وتدير بنوكا تجارية عملاقة في قارة أمريكا الشمالية عقوبة هذه الجريمة كما نص عليها القانون الأمريكي هي الحبس لمدة خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن ربع مليون دولار وهي عقوبة يراها الأمريكيون صغيرة مقارنة بحجم الجريمة خالد خيري ألغاد واشنطن ترجمة نانسي قنقر